مشاهدين ينضم إلينا من أبو ظبي الآن السيد جمال المشرخ مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أهلا بك معنا سيد جمال إذن هناك ترحيب دولي وعربي كبير في هذا اليوم بعد الإعلان عن الاتفاق الذي شمل طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بوساطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظرون إلى هذا التفاعل مع هذا الإعلان؟ أولا النتائل خير طبعا نحن نفني على هذا التضامن الذي ذكرته ويأتبر تجميد رمال الرابع الفرسونية مطلب عربي مطلب عربي ودودي وهذا يحفظ خطف السلام العربية والقرارات الزولية ذات الصدر ويبقي الآمال لشأن حل الزولتين وبيقامة زولة وعاصمة الشرقية وطبعا دعمنا للتلسطيني والقضية التلسطينية تاريخي وراسة المجتمع وموقفنا السياسي ضمن إجماع عربي ومن ضمن القرارات الزولية ذات الصدر وطبعا سعي دولة الإمارات للتعاول السلمي مع جميع القضايا الرئيسية في المنطقة هو إيمانا من دولة الإمارات لأن هذا هو أسلوب الأنخذ لتعزيز السلام والاستقرار ولدينا قناعة راقصة لأن قدرتنا الإجابية في إيجاد حل مستدامة عادل القضية بيعزز خطوة وبيأنقذ حل الدولتين ما الاختراق إذن سيد جمال الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا الإعلان طبعا عملت الدكلماتية الإماراتية بزيهود حديثة خلال الأشهر الماضية بوقف قرار تضم الأراضي الفلسطينية وكان هذا بناء على أيضا تواصل من قبل أثقائنا العرب ودول أخرى باستخدام دولة الإمارات الدكلماتية بإنقاذ حل الدولتين كما عبر سمو الشيح عبدالله بن زايد عن هيان وزير خاضي التعامل الدولي مراما وفكرارا عن رصبه لقرار الضم وكما فعلنا من خلال تواصلنا مع إسرائيل من خلال مقال استفيرنا مع علي يوسف الأحيرة في واشنطن فهي كانت بناء على خطوات ولم تأتي من هذا الشيء كانت هناك خطوات لشأن هذا الشيء طبعا إسرائيل قد شاركت في فعاليات رياضية وفعاليات تحت مظلات دولية في دولة الإمارات تختار وهي أحد الدول المشاركة في أكسفو فتغريب الدبلوماسية في الوقت الحالي هو الحل الأمثب لإنقاذ حل الدولتين ماذا بعد هذه الخطوة سيد جمال؟ وهناك تأكيد إماراتي واضح على دعم القضية الفلسطينية كما أشرت طبعا مثل ما تعطون لنتج عن الاتصال الفلاخي هو اتفاة بتدميج مخططات إسرائيل في ضمن العراوية الفلسطينية وفي تقديرنا أن أملية السلام هي في آخر المطاف في أيدي الفلسطينيين والإسرائيليين كحل ونحن نرى هذه الخطوة طبعا بتمت بعد الاستصال والإعلان أن بالتاهم في تطوير خطاعات متنوعة في المنطقة والتركيز على خطاعات مثل التكنولوجيا والإتصالات والطاقة والبيئة والثقاث والتعليم لأن الاتفاق لنظرة مستخدرية لمطالح المنطقة تلكل ولمطالح الشعب الفلسطيني ما الضمانات سيد جمال لتنفيذ هذا الإعلان وهذا الاتفاق وهناك اختلاف ربما حسب ما أشار كثيرين بطريقة التعامل هذه المرة في الاستراتيجية العربية في التعاون والتعامل أيضا مع إسرائيل نحن مع دعمنا للخرارات العربية ونواصل دعمنا للخرارات العربية والخرارات الجولية الخاصة بحل الدولتين والقضية ونرى أن السنوات من علاقة تفتقر تفتقر الخطاب بين الجول والتواصل مع إسرائيل لم تجني ثمارها من ناحية الوصول إلى أي تقدم في الوصول إلى السلام نعم أشكر جزيلا الشكر جمال المشرخ مدير إدارة التخطيط تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي شكرا لك